السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم جميعا معكم حسناء عبد العزيز أتمنى يا رب كلكم تكونوا بخير وربنا سبحانه وتعالى عد الفترة الصعبة اللي احنا فيها دي على خير وسلام ويسلمنا من كل شر ومن كل سوء يا رب النهاردة ان شاء الله هعمل معكم البنيل الجميل ده الشكل التوح فلانتو شايفينه وقدي ايه حلو ومقرمش والكفر بتاعه ما بيقعش من عليه وشوي التوابل بسيطة جدا وبكل سهولة هنعملو مع بعض اول حاجة هعملها انا هجيبي البقصومات هتحانه في البيت بالشكل اللي انتو شايفينه ده بحب طبعا انا جيبي البقصومات كده بيفرق في الطعم جدا طبعا بيقع البقصومات بقى يعني طازة كده وحلو عليه سمسم عليه حبة البركة فلما بتتحانيه هو طعمه الواحده بيقع حلو فالحاجات دي بتفرق قوي في الوصفة حابة تجيبي انت البقصومات مطحونسة يعني جاهز حابة تجيبي فيجيتار اي خلطة انت حباها بس انا بقولك عالطريقة اللي انا بشتغل بيها حقيب جد دي بتفرق كتير جدا هتحانه بالشكل انتو شايفينه ده طبعا مش هنعمه زي الدقيق يعني هيبقى يدوب خشن شوية بالشكل اللي انتو شايفينه ده هزيف عليه بقى شوية دقيق يعني يفضل ان يدقيق بقى اقل شوية من بقصومات او حتى لو ده قدي ده مش مشكلة براحتك عالاخر وبتدي بقى تبل الحاجات دي معايا هحط طبعا شوية كسبرة وهحط في الفلسمر وشوية ملح بس ما تقطريش الملح قوي على سن الخلطة بتاعت البانيلي لسه هنحط فيها ملح انا عايزة بس تعمل البقصومات وديه ده وتيبقى تعمهم حلو ومش عايزهم يبقوا عدمين يعني هحط جمان رشة جنزبيل هحط برضو كركم لا ده كاري هحط لسه الكركم هحطه أقل من الكاري ده الكركم يعني حابة صغيرين كمان هحط شوية كمون دلوقتي الكمون بيخلي طعم البانيه حلو كمان بحب اضيف الكمون لأكلاتي لانه حلو للمعدة حابة تحطي بقى بودرة توم بودرة بصل حاجات زي كده انا مش مشكلة مش حابة حطها كده ضيفت الكمون وهقلب لان في الخلطة هحط توم وبصل في رش فبحب تعمل حاجات دي يكون في رشة أحسن يعني فكده الخلطة دي معي جميلة قوي هبتدي هنا حطت فلفل حامي وحطت توم حابين تحطوا فلفل بارد براحتكم وحط طماطم واحدة كده وواحدة بصل برضو متوسطة وهفرم بقى الحاجات دي حابة تحطي برضو معلقتين مية بحس حركة معاك الخلط هفرمهم كده بالنبضات بحس انا مش عايزة حط مية مش عايزة يعني الخلطة دي تبقى خفيفة معاك بعد ما فرام توم كده طبعا لازم انت بتفرم الحاجات دي تخليها نعمة قوي ما تخليش فيها اي حاجة خشنة هبتدي طبعا هتابلها بقى حطت ملح برضو الملح يبقى مقدار معقول يعني حوالي مثلا نص معلقة صغيرة كده او معلقة صغيرة مش مليانة قوي هحط بقى التوابل بتاعتي شوية كسبرة وفلفل أصمر ورشة كمون طبعا وهحط الكاري والكركم كل التوابل اللي انا حطتها على الزقيق والبقسمات والجنزبيل برضو حطت شوية زيت كده صغيرين وشوية حليب معلقة خل الحاجات دي طبعا بتتخلل بقى في اللحم بتاع البنية فبتخلي طعمه حلوة قوي والحليب طبعا بيخلي قطعة البنية تبقى طرية معيك ما بيخليش اللحم ينشف وحطت كمان عصرة لمون وهقلب بقى المكونات دي كده وطبعا تدقيها يعني تشوفي الملح مزبوط والتوابل مزبوطة ولا لأ يا بسم الله ما شاء الله يعني كان طعمها تحفة جدا لو حبيتي مثلا لو لقتيها يعني حدقة شوية ما تقلقيش ممكن تفرومي طمط مية برضو ودي فيها عليه بتتزبط لك الطعم شوية هجيب بقى كيس نذيف زي كده الخطوة بقى اللي هنعملها دلوقتي دي مهمة جدا بتخلي طبعا طعم البنية معيك يبقى روعة يعني لو جبت البنية كده على طول غسلتيه ونضفتيه وروح تحطه في الخلطة على طول بتبقى القطعة كده تخينة معاك وبتبقى مش حلوة انا رصيت البنية بالشكل انتو شايفينه ده وحتت فوقي كيس برضو وهبتدي دق عليه شوية بحيس ارقق البنية معايا وفي نفس الوقت اخلي يعني اللحمة يشرب من طعم التكبيلة فاتخلي البنية معاك روعة بالشكل الجميل انتو شايفينه ده بصي بقى تقديها جميلة تبقى شكتعة اللحمة تخينة كده وكمان تبقى مستوية حلو لما تيجي تحمريها تستوي حلو كل الحاجات دي بتفرق جدا في الوصفة ترجمة نانسي قنقر تشرب اللحم كل التدبيلة يعني تعمليه في التدبيلة بالشكل ده كده مش هادوب بس تحطيه في التدبيلة وخلص تقلي بي كويس جدا طبعا بقى تغطيها وتسيبيها جنبك في المطبخ كده ساعة ولا حاجة لو الجو بارد أو تحطيها في التلاجة من تحت تغطيها بقى بطبقة تغطيها ببلاستيك فيلم زي ما انت حب انا طبعا الجو مش حر فاسبتها بس شوية كده على بال بقى ما نضفت وعملت حاجتي هبتدي بقى حطها في الديو والبقصومات كده تبقى حطيها تفريدية وتضغطي عليها كده جامد ودي بقى صنية زي كده ترسي فيها البنية كده جنب بعضه بعد ما ترسي طبعا اول طبقة زي كده تحطي بقى كيس بلاستيك وترسي الطبقة التانية ما تحاوليش تحطي البنية فق بعضه كده على طول بحيث انه ما يلزقش في بعضه كده ويعجن فكده لما بتحطي بين كل طبقة وطبقة كيس بيكون افضل حابة تفرزيه بنفس الطريقة دي كده لحد المرحلة دي ممكن تحطيه طبعا في الاتباق بتاعته وتحطي طبعا بين تحطي طبقتين ثلاثة على بعد كده وبين كل طبقة وطبقة كيس زي ما أنا وريتك كده وترحم كايسة بالبلاستيك فيلم وتحطيه في الفريزر دي ممكن تنفع ماكة لتفريزات رمضان وكده بعد ما خلصت الكمية معايا وكل طبقة وطبقة حطيت بينهم بلاستيك غطيتها برضه من فوق ببلاستيك كده وريحت احطيه في الفريزر بقى ساعة يعني لما تسيبيها بقى في الفريزر شوية ده اللي بيخلي الكفر مايقعش معاك وانت بتحمري حطيت الزيت طبعا يسخن وجهست المناديل بتاعتي حطيتها على صنية زي كده وهبتدي بقى حمر البنية يدب اول وش يحمر كده هروح قلبها على الوش التاني يعني ما بياخدش كتير في الزيت على فكرة يعني خمس دقيق كده وبتقلبيه على الوش التاني وتبتدي بقى تطلع على المناديل شايفين قدقيه شكله جميل ولا الكفر وقع ولا اي حاجة يعني تمشي الخطوات صحة والحاجة معاك بتبقى زي الفل بصوا جميل جدا في منتهى الجمال تحمري بقى الكمية معاك وتحطي بقى طبعا الخضر اللي انت عايزة تحطي بقى دونس بقى وترش عليه برضو نفس النظام وبقى الفهنا يا رب واتمنى يا رب ان يكون الفيديو عدبكو ويكون مفيد وما تنسونيش بقى لايك وشير وسبسكرايب واستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته